اشتركوا في القناة القضية اللي راح نحكيه عليها خاوتي هي حكاية النيجر النيجر اللي زع مادر جنحين واستدعاة السافير الجزائري اكم تشوفوا يا الجزائرين وينوصلنا المهم بلما نوصيكم يا خاوتي اللايكات تعكم ثم اللايكات اهبطوا تحت مراكم خاسرين والو خلي اللايك تعك لانه راه صار سينيال كبير بالبزاف على القناة وراني وحدي رد الالاف من القنوات البرتوشية للأسف الشديد تع الصحراني بقيت وحدي فكامل خليوا اللايكات تعكم المهم خاوتنا الجزائريين كما سمعتوا النيجر قامت باستدعاء السافير الجزائري وقالت له علاش بلادك الجزائر راه تقوم بتهجير يعني النيجيريين الغير شرعيين اللي عايشين في الجزائر بطريقة مش يمليحة وبطريقة غير آدمية وصفوها كما هكذا يا خاوتي رغم انه يعني الشعب تاحهم يا سبحان الله تخلي الجزائر وهما يمشيوا ابي يعني يمشيوا على رجليهم لكن الجزائر طلعت لهم شوية من الشانتحهم ورجعتهم يعني في الحافلات ورجعتهم في الشاحينات وبالحراسة الامنية وكل الشمريقل فقال لك كيفاش تعرفوا هذيك يا خاوتي قال لك اذا اكرمت الكريمة مالكته واذا اكرمت اللائمة تمرده وهنا النيجر وش دارت النيجر تمردت على الجزائر في بالكم زعم الجزائر تسكت في بالكم تسكت ما تسكتش الجزائر الجزائر ما بقاش معها سكات ايدا ولا تغلط في حقها ولا تشبد اسمها الجزائر مباشرة ترد فالبراتيش كانوا حابين يديروا فيلم بانه خلاص الانبوب هذا كان نيجيري اوفيسيال ما رحش يعدي على النيجر لانه صارية مشاكل بين النيجر والجزائر رحوا يعني في واحد الاحلام تعاليا قاضا تعصح وجابوا يا خاوتي واحد الخائن جزائري عندما كان هنا في الجزائر كان 106 انا نقول لكم 106 ميتين في المئة لكن في مملكة المغرب لا تتفاجأوا يا خاوتي اذا لقيت هذا الفايح لما عندوا حتى مستوى دراسي يعيطولوا بالاستاذ والدكتور والان فهمنا يا خاوتي الجزائريين علش ليحاكمهم ما فيه شريحة روجولة فهمتوا خاوتي بش تكون دكتور وتكون عندك منصب يعني في مملكة البرتوش لازم تكون كما هذا رح نسمعوا وش قال ومبعدا نردوا عليهم وبالطريقة تعنا وعلى الطريقة تع الخارجية الجزائرية وش دارت وش ما دارتش ابدأوا هيا الفايح ومعنا التعليق على هذا الموضوع المدون والنشط السياسي الجزائري شوقي بن زهرة أستاذ بن زهرة أهلا بك بداية سمعتوها يا خاوتي كلمة أستاذ مابهوكي قالت له أستاذ تفاجأ أكون فاهمين باستدعاء السفير الجزائري للاحتجاج المساء الخير وشكرا عن الاستضافة الطيبة بطبيعة الحال استدعاء السفير الجزائري تخل ديرك يا خاوتي تراه سخون سيد بش يهدر لأنه لقوا كما نقوله شوي أخبر بش يهدروا فيه على الجزائرة احتجاج يأتي أولا في إطار سلسلة من الاستدعاءات للسفراء الجزائريين آخرها مع مالي التي استدعت سفير جزائري جمهورة جمهورية الكونغو الديمقراطية وهو بسبب ممارسات يعني كارثية من نظام الجزائري يو بسبب دراهم الإمارات وبسبب التوسط تاع المملكة اللي راك تحكي معها نتايا مملكة الزريبة على كل أحد للقادة الأفارقة لأن القادة الأفارقة هذا فهمتكم ونزيدين فهمكم ساندويتش شاور ما تشريه في الأشهر والسنوات الأخيرة بالنسبة للنيجر النظام الجزائري كارد على ما يعتبره تقارب من طرف السلطات في النيجر أولا مع المملكة المغربية في إطار مصاركة النيجر ومالي ودول أخرى في اجتماع يخص مبادرة الولوج إلى المخيط الأطلسي وثانيا ما يعتبره النظام الجزائري أيضا تقارب من سلطات في النيجر مع دولة الإمارات العربية يا والله يا أخوتي مع لاباله بجدها وينراهي مع لاباله حتى السبب بالاستدعاء مع لاباله بواله لكن المهم ينتاقد باش ينتاقد المهم يدي شوية درهمات من عند سياده وهذه هي الطريق والتي يعتبرها أيضا أنها في إطار تحالف مع المملكة المغربية لضرب مصالح النظام الجزائري والاستهداف الجزائري وهي بطبيعة الحظ رواية غير صحيحة تدخل في إطار رؤية النظام الجزائري بأنه كل شيء مؤامر وباللعب على وتر العدو الخارجي طيب سيد بن زهر لماذا لم تعلق الحكومة الجزائرية على هذا الاحتجاج وهذه الانتقادات لحد الآن الحكومة الجزائرية أصلا عجزت على تعليق على استدعى السفل الجزائري في الكونغو في مالي كان التصرف هو السكوت كليا شوفها سيدي شفتوا الخوانا هذا يا أخوتي كيف يستصغروا في بلادهم ومع من؟ مع واحدة فايحة من مملكة البرتوش ثم وصلت بهم أنه يستصغر بلاده كونتر شكون كونتر مالي نعم يا أخوتي اللي رايح حاكمتها بيليشيات كونتر النيجر زوج عباد داخلين في حيط اللي ملقوا شوش يأكلوا اللي راهم يجيوا حراقة للجزائر باش يعيشوا هنا على بال في على بالك تحير يا أخويا الجزائري أقسموا بالله ومبعدك يحكموهم يجيبوهم للجزائر وديروهم تهمة الطآمر على الدولة وتهمة كذا وكذا كالناس ما يعجباش الحال يو هذا خائن هذا حركي هذا فالأخر وش قال قال بي أن الجزائر ما تردش كاينة ولا ما كانش يا أخوتي لكن الجزائر ترد بين الحكاية رغم أنه كان على باله بلد زائرة راح ترد ما لكم فاهمين لكن هو لا يقول لك ما تردش ان كاكش ما الجزائر ما تردش يزيد يديرو فيديو واحد اخر ويديرو عشر آلاف فيديو المهم كما راكم تشوفوا هنا يا دقيقة أنا جبت لكم البيان تا وزارة الخارجية نحطوه فوق وجه الفايح هذا وجه الفايحة هذي هاو البيان قدماش نقد بيان استدعية يوم الخميس 4 أبريل 2024 سفير جمهورية النيجر بالجزائر السيد آمينو مالام منزو إلى مقر وزارة الخارجية أين تم استقباله من قبل المديرية العامة لإفريقيا السيدة سلمة ماليكة حدادي الحاجة اللي لحظتها يا أخوتي أنه احنا اليوم شحال في الشهر احنا ردنا سبت الجزائر لم تعلن عن هذا الاستدعاء وكذا ما عندهش الوقت ما عندهش الوقت للنيجر الاستدعاء كان بعد النهار مباشرة من الحكاية هذه كتا عن نيجر ولا في نفس النهار وتناول هذا اللقاء بصفة أساسية التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجيرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة الحاجة اللولة يا أخوتي الجزائر قالت لهم لا أساسة لتهميكم هنا الجزائر وانتم ما معدكم لحق تعيشوا هنا نرحلوكم كما نحب هذه الحاجة اللولة وفي هذا صدد تم تذكير سافير جمهورية النيجر بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية الحاجة الثانية يا أخوتي قالوا ابقوا الأمر في إطاره الخاص دون تضخيم با لكوا الضخم الحكاية وكذا لأنه إحنا رح نضخمر وإحنا معاكم وشوفوا الوجه الآخر للجزائر وفي الوقت ذاته تم التأكيد مجددا لعناية سافير جمهورية النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة وكذا بخصوص أي مسألة أخرى في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن الجزائر كما عادتها تروح لهم دائما بحسن النية دائما راني ما نش حابة نكبرها معاك ريحة رونكيل هذا تحذيرك الأخير إحنا الجزائر إحنا ما نش مملكة البرتوش وقعدي حاكمة بلاستيك ذوك شوية هكذا تولي وتسترزقوا معانا مع الغاز وكذا بالعفام كومبرك هذا هو رد الجزائر بكل بساطة الجزائر طغلط معها من يجيك رد من من لخر ما كانش معها اللعب وهذا إفريقيا لازم لن نلقف معهم لازم نحيو كامل العاطفة معهم أي إفريقي في الجزائر لازم نحاوزوه من بلادنا ما نزحقوا حتى إفريقي في بلادنا يا أخوتي ناس مسخين ناس خامجين ناس يعني وين يروحوا يروحوا معهم الميكروبات هذه الحقيقة اللي لازم الناس كامل اللي يفهموها وراكم تشوفوا بعينيكم أي منطقة يجيوا يسكنوا فيها ولا كذا يفزدوها علاش حتى نخليها أنا يفزد لبلادي قول علاش نخليه يفزد لبلادي إما لا ما خليه يفزد لبلادي إما لاي السلطات ديري الخدمة تاعك وحاوزيهم كامل أي واحد يغلط حاوزيه ما نزحقوا حتى واحد يغلط ولا ما يغلط جديجة قالوا يغلط وهذه هي كما شفتوا ردود الجزائر كيفاش دائما تكون في الوقت وانتوما يلفايحين ديراكم ديروا في رابورتاجات ديراكم ديروا في حكاية فارغة والجزائر وكذا وكذا وش ربحتو وش ربحت يا الخائن وش ربحت ربحت غير السقلة الجزائرية هذا ما كان سلام عليكم أخوتي تحية الجزائر اليوم وغدوة تحية الجزائر اليوم وغدوة وراني مكمل في هذا الطريق الدفاع عن الوطن سلام عليكم